كمان غير يا سيد غيرين تشعر انه قدر يكسر توقعات يعني طبعا كريم عبد العزيز يعني كريم عبد العزيز قادر انه هو قادر انه حببنا في حسن الصباح هو مش بس كريم بكل كارزمته والقاعدة الشعبية العريضة اللي موجودة في مصر عند فحبهم لكريم وتقدرهم ليه كممثل يعني مش بس اهتمامهم بيه كممثل عنده امكانيات وقدرات وموهبة لا هو فيه محبة قدرات تفوق اي قدرات كنا متوقعينها من كريم عبد العزيز وفناها في حسن الصباح بس هو كمان الشخصية نفسها بتصير الاعجاب او بتصير التقدير بس في النهاية احنا قدام سفاح قدام ارهابي يعني في نمازج كتير جدا على مدار التاريخ بتحظى بنفس الحالة المتنقدة دي ان انت بتحترمي هذا الرجل بتحترمي زكائه وفي نفس الوقت بتكرهي افعاله هتلر نفس النظام هلاكو نفس النظام قبلاي خان نفس النظام فهي طول الوقت فيه سفاحين موجودين في التاريخ ودمويين جدا ولكن هما كانوا اسكية وكان عندهم صفات شخصية بتخليك على الاقل بتحترمهم او بيكون فيه مساحة من الانبهار بالشخصية لكن يمكن ده كان حاصل في النص الاول من المسلسل اعتقد ان هو كان مقصود علشان يتطربت حالة ما بين الجمهور وما بين الشخصية دي عشان لما نشوف وتعرف وتفهم ازاي الناس بيكونوا مريدين بالزبط ليه بدلاله ده اه ولما نتنقل للنص التاني اللي بيبتدي بقى عنفه بتبتدي اوهامه هو كشخص تظهر بيبتدي الجمهور ياخد الضد يبتدي يتفاعل مع الشخصية بشكل بياخد الصدمة وبيتفاعل الحالة المسلسل من الحلقة الاولى لحد النهاردة شادت الجمهور بشكل كبير مسلسل الحاشاشين من المسلسلات التلاتين حالة اللي انت ما تقدرش تفوت حلقة فيها المقدمة اللي بيقولها احمد الرفعي في البداية لان دي بتؤثر على الاحداث ويمكن كان الجمهور في الاول كان متغافل على النقطة دي وده تسبب ان هما فيه اجزاء كتير جدا في الدراما وفي الخصة ما فهمهاش بسبب ان هما تخيلوا ان المقدمة دي مش مهم بس عايز اقول حيك برضو اضيف نقطة مهمة جدا في مسلسل الحاشاشين هي فكرة اظهار الجانب الشرير او الجانب السيء في شخصية حسن الصباح كان عامل من العوامل الرئيسية في ان هي تظهر بهذا الشكل هو الشخصية دونيا زاد اللي قدمتها الفنانة ميرنا نوردين ميرنا نوردين حقا دور حاية لها يعني اداءها مبهر اداء فارق جدا وبنتمتع الهدوء والثقة الشديدة يعني يعني وهي قدام كريم عبد العزيز يعني هذه الخبرة وهذا الكم من القلق وهي بتأدي قدامه مشاهد انا شايف ان هي من الافضل في رمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة